الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين حياكم الله عزيزي المشاهدين والمشاهدات وما زال الحديث موصولا نتحدث فيه عن سيرة الإمام العظيم ربيعة الرأي وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء من أخبار والده فروخ حينما كان في ساحات الجهاد ثم وقع في يده من الغنائم مبلغ كبير وهو 35 ألف دينار من الذهب فاستأذن من قائد الجيش أن يذهب إلى المدينة يريد أن يشتري دارا وأن يتزوج من امرأة صالحة فرخص له ذلك القائد فحمل هذا المبلغ المالي الكبير معه إلى المدينة ثم صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله تبارك وتعالى أن يرزقه بالمرأة الصالحة وبالدار الواسعة فاشترى دارا من أوسط دور المدينة وتزوج من امرأة صالحة قانتة عابدة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك كان يصلي الجمعة والجماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنه كان دائما يسمع تلك البشارات التي يزفها خطيب المسجد النبوي من الانتصارات التي يحققها الجيش الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فتاقت نفسه إلى الجهاد مرة أخرى تأسيا برسول الله وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين قال عنهم الناظم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأزدغاب إذا ناد الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا بجدا أضعناه فأراد فروخ أن يعود مرة أخرى إلى الجهاد فترك مبلغا من المال قرابة الثلاثين ألف دينار عند زوجته ثم مضى بعد ذلك إلى الجهاد في سبيل الله وأبطأ في جهاده حتى وصل إلى ثلاثين عام وهو غائب تماما عن زوجته وعن داره وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حينما خرج من بيته لم يكن يعلم أن هذه الزوجة الصالحة قد حملت منه دون أن يعرف بأخبار هذا الحمل وانطلق إلى الجهاد ومكث أكثر من ثلاثين سنة حتى ظنت زوجته أنه استشهد في تلك المعارك التي خاضها في تلك الناحية من خرسان جاءت هذه المرأة بهذا الجنين وهو ربيعة الرأي رحمة الله عليه وزجت به في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت تتنقل به من حلق القرآن إلى حلق الفقه إلى حلق الحديث إلى حلق اللغة العربية والنحو وإلى الأدب وغيرها من العلوم حتى بدأ ينهل ويقطف من كل قستان زهرة وبزغ نجم هذا الطفل وكانت تنفق هذه الأموال التي تبقت عندها ثلاثون ألف دينار كانت تنفقها في تعليم هذا الولد وفي بعض الأحيان كان يحتاج ربيعة الرأي أن يسافر إلى اليمن وإلى بعض البلدان لتلقي العلم ولذلك لا بد لطالب العلم أن يسافر وأن يرحل وأن يتعب في طلب العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفياف وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسدي فرحل ربيعة الرأي وأخذ العلم عن جمع كبير من أهل العلم ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة وأخذ يستمر في طلب العلم حتى وصل فيه إلى درجة عالية جدا وكانت له آراء وهذه الآراء مبنية على القياس وكذلك على الاستصحاب وشرع من قبلنا وغيرها من الأدلة التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي فأطلق عليه بعد ذلك بربيعة الرأي حياكم الله عزيزي المشاهدين والمشاهدات تحدثنا قبل الفاصل عن رحلة الإمام ربيعة الرأي وأنه رحل في طلب العلم إلى بعض الأمصار إلى اليمن وغيرها ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة واستمر في طلب العلم وحفظ القرآن وهو لم يجاوز السابع من عمره وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كما قال يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه كان ربيعة الرأي من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من تتلمذ عليهم ربيعة الرأي الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه ولد في آخر القرن الأول فأدرك أنس بن مالك صاحب النبي وخادمه وأخذ كل ما في جعبته من الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بزغ نجمه وصار له كرسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ طلبة العلم يضربون أكباد الإبل إليه ويحثون المطايا للجلوس إلى ربيعة الرأي وأن ينهلوا من علمه وكان له رأي ولا شك ولا ريب أن هذا الرأي مبني على الاتجاه الصحيح وهو القياس الصحيح والقياس تعريفه هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة بينهما وكان يستخدم شرع من قبلنا والاستصحاب ومراتب وضوح الدلالة كالمشكل والمفسر والمفصل والمحكم والنص وغيرها من تلك الأدوات التي يحتاج إليها الفقيف استنباط الحكم الشرعي فلم يكن يجنح إلى الحديث ويأخذ بظاهر الحديث وإنما كان يغوص في أعماق هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر أغوارها ثم يقطف الدر المكنون في هذه الأحاديث ويأتي بهذه الأراء النيرة التي لاقت القبول عند عامة الناس ثم رجع فروخ بعد ثلاثين عاما إلى المدينة ودخل بيته وإذا بربيعة الرأي رضي الله تعالى عنه قد وصل إلى سن الثلاثين وبينما هو يجلس في صحن الدار قبل صلاة الفجر وإذا بهذا الرجل الغريب يدخل عليه في الدار فقام إليه ربيعة الرأي وقال له من أنت وكيف تجرؤ على الدخول في بيتنا في هذه الساعة المتأخرة من الليل فقال له بل أنت الذي تجرؤ أن تدخل إلى بيتي في هذه الساعة المتأخرة من الليل ثم حصل بينهما النزاع واللغط وتعالت أصواتهما وكان ممن سمع بهذه الأصوات الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة فخرج من بيته وذهب إلى بيت ربيعة الرأي وتشاجر ربيعة مع والده لأنه لم يكن يعلم أنه والدة وإذا بوالدته تصيح وتقول يا ربيعة إنه والدك فقام ربيعة إليه وانكب على قدمه يقبلها ويبكي وأخذ هذا الوالد وهو فروخ يقبل ابنه ويبكي بكاء شديدا وتعانق الوالد مع ولده ثم انصرف الناس عنهما بعد ذلك وجلس يمازح ابنه ويسأله عن حاله وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فخرج ربيعة الرأي رحمة الله عليه بعد أن توضأ وذهب إلى المسجد وأخذ ذلك الرجل وهو فروخ يسأل زوجته عن المبلغ الذي تركه عندها وهو ثلاثون ألف دينار فقالت له اذهب إلى الصلاة أولا فإذا صليت الفجر وعدت إلي بعد ذلك سأخبرك ماذا فعلت بهذه المبالغ التي تركتها قال فروخ فذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الفجر وإذا برجل قام وجلس على كرسي وكان في ناحية بعيدة مني وإذا بطلبة العلم قد اجتمعوا عليه وإذا بهم أكثر من ألف طالب علم جلس إلى ذلك الرجل وأنا أسأل من حولي من هذا الرجل فقالوا له أنا تعرف من هذا إنه ربيعة الرأي قال فلما دنوت منه ونظرت إليه وإذا هو ابني ربيعة فعدت إلى زوجتي فقالت لي إن المال الذي تسأل عنه أنفقته في هذا الشيخ الذي يجلس على كرسيه ويعلم الناس فمن الذين كانوا يجلسون أمام ربيعة الرأي كان منهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومؤسس المذهب المالكي ومن تلامذته الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر ومن تلامذته كذلك الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وكذلك من تلامذته الحارث بن هشام وكذلك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهذه الأسماء الكبيرة هم نجوم في سماء الإسلام كلهم تتلمذ على ربيعة الرأي ولم يكن له نسب يعرف أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته